سيدتي الرئيسة إن المسؤولية الأولى لمجلس الأمن تكمن في صون السلم والأمن من أجل منع نشوب النزاعات في العالم ولقد نقشنا هنا أكثر من مرة أنه فيما يتعلق بموضوع منع نشوب النزاعات لا يزال الشوط بعيدا أمام المجلس فالمجلس قد نظر أكثر من مرة في الحالة في أوكرانيا منذ بدء العدوان الروسي عام 2014 وها نحن هنا نجتمع اليوم من جديد ونعرب عن بالغ القلق حيال الحشد العسكرية التي تقوم به روسيا على مقربة من أوكرانيا في الأشهر الأخيرية فلقد تم نشر الكثير من الكتائب على مقربة من الحدود الأوكرانية والقوات العسكرية التي نقلت من القسم الشرقي إلى القسم الغربي لروسيا بما في ذلك قوات القتال والدبابات ونظم المدفعية الجوية والصواريخ الباليستية وكذلك هناك ثلاثين من القوات الروسية التي أرسلت إلى بلاروس وحركة القوات والأسلحة مقلحة وقد زرعت الخوف والقلاق لدى الشعوب في أوكرانيا وأوروبا وكذلك ولدت المشاغل الدولية سيدتي الرئيسة دعينة وأكد على الدعم الرسخ لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا أيها الزملاء عام 1994 قبل 77 عاما حصلت أوكرانيا على ضمانات أمنية من خلال مذكرة تفاهم بوداباست حيث أن روسيا إلى جانب البلاد المتحدة والمملكة المتحدة تعهدوا أقتبس باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها وحدودها القائمة نهاية الاقتباس بمقابل تخليها عن ترسنتها النووية كما أعاد الموقعون التأكيد على التزامهم بطلب إجراءات مجلس الأمن لتوفير المساعدة لأوكرانيا في حال كانت ضحية عمل عضواني وندعو روسيا ومجلس الأمن أن يؤكد صراحة على احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها سيدتي الرئيسة من الخطأ أن نعتبر أن تهديد الهجوم العسكري من روسيا ضد أوكرانيا هو أزمة جديدة بين روسيا والغرب بل هو تحدي للنظام الأمني الأوروبي ولنظام الأمني العالمي القائم على مثاق الأمم المتحدة وهو تحدي للوثيقة الختمية لها السنكي لعام 1975 والحوار الذي جرى في إطارها الوثيقة بمجابها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي روسيا جزء فيها هذه التطورات الأخيرة على الحدود الروسية الأوكرانية شاهدنا مثلاتها من قبل شاهدناها في جورجي عام 2008 وفي أوكرانيا مرارا منذ العام 2014 وقد كلفت مع الأسف ألاف الأرواح البشرية المدنية والعسكرية وقد استخدمت روسيا العنف العسكري كوسيلة للتحقيق أهدافها السياسية والجيوسياسية سيدتي الرئيسة روسيا دولة كبرى ولها دور تطلع به في الجيوسياسة الأوروبية والعالمية ويمكنها أن تطلع بدور هام لجعل العالم مكان أفضل وأكثر أمانا ولكن لسوء الطالع هي التقوم بالعكس فسارتيات دوائر النفوس في أوروبا أو إملاء التهديدات على التوجهات الجيوسياسية للدول الأخرى هي أدوات من قرن مضى من زمن مضى وهي تذكرنا بالحرب الباردة أن الدول يجب أن تكون حرة بالاندمام لأي منظمة تريد سواء الناتو أم الاتحاد الأوروبي أم رابطة الدول المستقلة أم غيرها والدول السيدة تتخذ قراراتها بملء إرادتها وليس تحت تهديد السلاح سيدتي الرئيسة ما هو المكسب من نزاع محتمل له تدعيات وخيمة يتوقعها الجميع وما الذي يبرر خسارة الألاف من الأرواح والدمار واسع النطاق وقطع العلاقات واستمرار التوتر وكذلك التدعيات الوخيمة بما في ذلك على روسيا نفسها لا أحد يعلم عن الحرب وأثارها المدمرة أكثر من الحاضرين في هذه القاعة وبالتالي يجب أن نتمكن من أن نرى إلى ما هو أوعد من الوضع الحالي وأن نسعى إلى سبل أخرى لمعالجة الأزمة على تعقيدها تعتقد ألبانيا أن هذه الأزمة يجب أن تسوى عبر الحوار والمحادثات لابد من الحلول نجدها عبر المفاوضات هذا هو تركيزنا خلال رئاستنا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2020 وهو يبقى نفسه الآن في هذا المجلس هناك الكثير من الأليات التي يمكن استخدامها بالجهود الدبلوماسية وتدعو الحاجة لجهود ملموسة لنزع التصعيد لتعبيد الطريق أمام المساعي للحوار والتوصل إلى حال تماشيا واتفاقات مينسك إن استئناف صيغة نورماندي وعقد اجتماعات الأسبوع الفات في باريس خطوة نحو الوجهة الصحيحة وأمر أن تستمر هذه العملية سيدتي الرئيسة يجب أن نضع جميع نصب عيوننا أن الأزمة في أوكرانيا وحولها لها أثر مباشر على أوروبا ككل إن تسييس الأقليات الإثنية والقيام بهجومات سبرانية محددة الأهداف والتدخل السياسي هنا وهناك لأغراض سياسية وكذلك زيادة الميل إلى إنكار الإبادات وتمجيد جرائم الحرب ومجرمي الحرب كلها أعمال إنما تسعى لزعزعة الاستقرار وخلق التوتر ويجب أن نعاملها كتهديد للسلم والأمل لأنها في وقع العمر كذلك ولذلك نعتبر أنه من الآمية القصوى بمكان أن نستثمر في جهود الوقاية وأمل أن يكون هذا الاجتماع جزء من هذه الجهود وشكرا